بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله نتكلم بإذن الله تعالى عن مراتب الدين الثلاثة عندنا مراتب الدين ثلاثة يبدأ المسلم أول شيء بالإسلام فإذا حقق أركان الإسلام الخمسة يرتقي إلى الإيمان يحقق أركان الإيمان الستة فإذا حقق الإيمان يرتقي إلى الإحسان الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالث الآن في هذه الحالة الثانية ، السبب الثانية ، في المترجم الثانية ، 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 يساعدا يا شيخ المعتنى 우리말로 하면 한국말로 하면 최선의 믿음, 그러니까 무엇이든지 최선을 다해서 하는 것을 예산이라고 합니다. 예를 들면 경배 행위, 신앙 행위도 최선을 다해서 하는 신앙 행위가 예산이고 신앙 행위 외에 다른 모든 길거리에서나 집에서나 또는 자기 인턴에서 최선을 다해서 열심히 하는 것 역시 예산이라고 합니다. 그리고 Hislam은 가장 중요한 의미가 그 thing든지 않나요? 이가 아니라 자신이 없는지요. 의상력은 무사히 만드는 중견입니다. 이사람에 오고, 그가 바로 말린다. 이는 이가 자신을 그런지 말하고, 그가 바로 이사람에 도전하고, 그가 억지하는 것을 예정에 도전하고. 여는 그는 하나의 Allah and He is the Lord. 그리고 Mحمd'un R-Rasul. 그리고 Jesus'나가 성과가��. 제사는 이따아가가 그는 Rabach y Allah'la jeter이고, 그는 소리가 아니라, 그리고 our 사회에 의ortal하는 것입니다. هذا المرتب الأولى قبل هنا هنا هناك المسلم يدخل يأتي بالإسلام شهادة الله إلا الله قاموا الصلاة الزكاة صلى رمضان حج بيت الله الحرام نعم بمسلمين إسلام에 들어오기 전에 بمسلمين إسلام에 들어오는 إسلام에 들어오고 شهاد 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 إسلام رمضان رمضان إسلام إسلام أن إن الإسلام المترجم للقناة 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 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ عَبْدُهُ وَرَسُولُ أيضًا مَن تُقْنَاينَ عَبْدُهُ وَرَسُولُ نعم وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ هناك أيضًا هذه أيضًا 두 개의 기둥으로 이루어진 말입니다 عَبْدُهُ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا بشر من الناس من البشر نعم ورسوله أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي اختاره لتبرير هذا الدين عليه الصلاة والسلام عَبْدُهُ조 عَبْدُهُ وَرَسَولُ محامات أطلال من العليل هي مثل المغنى والمغنى والمغنى بالنسبة إلى اللوت . اللّا 하나님의 사도라는 그런 뜻이 있는데 특별히 하나님께서 여러 인간들 중에 모한받을 사도로 이렇게 선택하시고 그분의 가르침 그분의 영적 가르침을 모한받에게 심어주신 그런 분을 라수르후 라고 합니다 예수님 기독교인들은 기독교인들은 예수를 예수를 압두후 알라의 종이다 라고 이렇게 하지 않습니다 우리 무슬림들은 모한받을 압두후 알라의 종이라고 얘기하는데 기독교인들은 예수님을 알라의 종이다 라고 얘기하지 않고 또한 유태인들은 야후드 유태인들은 예수님을 라수르후 알라의 사도다 라고도 이렇게 하지 않습니다 기독교인은 예수를 알라의 종이다 하지 않고 예수를 유태인들은 예수님을 알라의 종이라고 하지 않습니다 네 هذا 륙نا الأول من أركان الإسلام شهادة اللا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول ورسول الله إله إلا الله و أشحض على محمد عبد و رسوله الثاني إقام الصلاة معنى إقام الصلاة أي لابد أن تأتي بالصلاة تاما كاملا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 두 번째 기둥은 إقام الصلاة إقام الصلاة صلى الله عليه وسلم 예배한테 إقاما 라는 소식으로 붙이는데 예배를 온전하게 완벽하게 해야 된다 그 온전하게 완벽하게 하는 방법은 바로 محمد صلى الله عليه وسلم 그분이 했던 방식 그대로 그걸 숱나라고 합니다 그분이 예배했던 방식 그대로 하는 것을 완전한 예배 방법이다 نعم إتا الزكاة أي لابد أن نأخذ الزكاة من الأغنياء ونعطيها الفقارة بمقدار معينة حد معينة مبلغ معينة نعم 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 الله تعالى بالطاعة. وينقص بالمعصر. الإيمان يزيد. يعني الآن أنت في رمضان كثرة العبادات والطاعات يزيد الإيمان في رمضان. صحيح؟ وأحيانا ينقص الإيمان. نعم. ولمانا يزيد الإيمان في رمضان ورمضان لكي يزيد الإيمان في رمضان. بالصيام بالصلاة بالزكاة ينقص الإيمان بالمعاصي بالشرك بالبدع بدل 때 إيمان이 나라고 떨어집니까 우리가 그와 반대로 아까는 나쁜 거 파워 예배를 안 한다거나 단식을 안 한다거나 자카트를 안 한다거나 사라가를 안 한다거나 사람들이 성질러고 욕하고 막 지구싶투하고 이러면 이맘이 자기도 모르겠지만 자꾸 떨어집니다 إذاً هذا هو تعريf الإيمان ما هو الإيمان؟ قول باللسان و اعتقاد بالقلب و عمل الجواريح و عمل القلب يزيد بطاعة يانقص بالمعصير و عمل الجواريح و عمل الجواريح اركان الإيمان اسلام의 기본적인 6가지 믿음이 있습니다 الولا أن تؤمن بالله 첫 번째 믿음은 하나님에 대한 믿음 المترجم للقرافق المترجم للقرافق المترجم للقرآن المترجم والقرم للس Hack هذه المترجمات للغاية نبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد موت الانسان بعد موت الانسان إلى يوم القيامها نؤمن بهم الامام بن يوم الآف 그리고 다섯 번째 믿음으로 يوم الآفاء 최후 심판의 날에 대한 믿음인데 모든 인간은 죽음의 끝이 아니고 죽고 난 뒤에 무덤 سيو에서 대비하고 있다가 최후 심판의 날에 다시 부활해서 하나님의 심판을 받고 وما يقدم هذا سبب القضاء والقدر أن الله تعالى كل شيء وعلم كل شيء المترجم للقناة 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 المترجم للقناة